الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدوا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدوا لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله سمع الله لمن حميده اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاءك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأكرم من أعطى أنت الملك لا شريك لك وأنت الواحد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله لا إله إلا أنت إلهنا 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 ومولانا لا إله إلا أنت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا خالقنا يا مالكنا نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أنت الوهاب أنت التواب أنت الغفار أنت الرحيم أنت الحليم أنت الكريم أنت الرؤوف أنت الودود أنت اللطيف اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها يا أرحم الراحمين نسألك فواتح الخير وخواتمة وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة اللهم كما جمعتنا في مسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فاجمعنا معه في الجنة يا كريم اجعلنا ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا كريم يا وهاب يا كريم يا وهاب لا ترد دعاءنا ولا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا أنت رجاءنا وأنت ملاذنا وأنت عياذنا وأنت إلهنا وأنت أرحم الراحمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم قاتلهم واهزمهم يا رب العالمين وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اهزم أعداء المسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين اللهم إنهم حفات فاحملهم اللهم إنهم حفات فاحملهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم اللهم إنهم عرات فاكسهم يا رب العالمين بدل خوفهم بدل خوفهم أمنا بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين يا رب العالمين أنت أرحم بهم من الناس أجمعين وأنت أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وغفرت له آثامه وأصرحت قلبه فاستعد لما أمامه اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمدة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا وإساءه اللهم إن كان في سابق علم كان تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على فاقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ظاهب النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم اللهم افرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وارضى عنا معهم يا عزيز يا غفار الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله